محمد يبدو أن الوضع يأخذ منحا تصعوديا كبيرا في هذه الأثناء على الحدود الجنوبية قبل قليل الطيران الحرب الإسرائيلي شن أكثر من 14 غارة على بلدة عيت الشعب ورامي في القطاع الأوسط هذه الغارات وصفت بالأعنف خلال الأيام والأسبوع الماضية التي تستهدف منطقة واحدة أو بلدتين بالتحديد في ذلك القطاع وبغارات عنيفة جدا سمعت أصداؤها في أجواء المنطقة ما بين الأوسط والغربي هذه الغارات أتت بعد عملية نفذها حزب الله اليوم العملية الثالثة التي أعلن عنها واستهدف فيها تجمعا لجنود الاحتلال وبحسب ما شهدناه من فيديوهات تم تنقلها على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذه الصواريخ أدت إلى إحداث حرائق في مبانن وبحسب بيان حزب الله استهدف تجمعا لجنود الاحتلال إذن ربما يكون هناك أيضا إصابات في هذه العملية التي نفذ حزب الله والتي جاءت في إطار الرد على العملية التي نفذها أمس طيران الإسرائيلي واستهدف بيتا مأهولا أدى إلى سقوط ضحايا ومدنيين وأيضا إصابات في صفوفهم إذن التصاعد مستمر على الجبات الجنوبية رد ورد مقابل وغارات عنيفة جدا تعرضت لها بلدة عيت الشعب وأيضا بلدة رامي قبل قليل وصفت بالأعنف وعددها ربما تخطى 14 غارة على تلك المنطقة لم نعرف ما هي المواقع التي تم استهدفها من قبل الطيران الحربي إسرائيل تقول بأنها تضرب مواقع يوجد فيها بنى تحتية تابعة لحزب الله أو مخازن أسلحة تابعة لحزب الله أو مناطق يتم منها إطلاق الصواريخ نحو المواقع الإسرائيلية ويستهدف حزب الله بطبيعة الحال المواقع المنتشرة على الحدود إذن التصعيد مستمر ويبدو أن هذا النهار لن يكون سهلا على البلدات الحدودية سيكون صعبا خاصة بعد العملية التي نفذها أيضا حزب الله بالأمس ووصفت بالعملية النوعية والمركبة والتي استهدفت ثكنة عسكرية شمال مدينة عكا وهي للمرة الأولى التي يسادف فيها حزب الله هذه الثكنة وأيضا الهجوم الذي وصفه حزب الله بأنه هجوم جوي مركب استخدم فيه أنواع من المسيارات الإنقضاضية والإشغالية إذن الجبهة الجنوبية في حالة مستمرة من التصاعد والتصعيد ما بين حزب الله وإسرائيل على هذه الحدود حنان عيسى مراسية الغد في جنوب لبنان شكرا لك